نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال الحمد لله الحكيم الخبير والصلاة والسلام على البشير النذير مرحبا بكم متابعين الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومما يستطيع البعاء على هواي مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا الغالي حياك الله وبيعك أولدي نرحب أعزائي وشاهدين في أسئلتكم على رقم الوصف الذي يظهر لكم على الشاشة نخطي شيخنا أستاذ المتابعين نعم هذا أخونا يقول ما رأي الشيخ في كتاب أين نحن من هؤلاء للشيخ عبد الملك القاسم وفقه الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله صاحبه ومولاء أما بعد الشيخ عبد الملك القاسم عموم كتبه ومصنفاته يحرص عليها لأنها تربوية إيمانية سلوكية وعضية تميل كثيرا إلى ناحية القصص واستنباط وشيء من ذلك فكتبه جيدة ويحرص عليها وهو صاحب دار القاسم ودار القاسم مشهورة أكثر ما عرفت باتباعة المطويات والكتيبات وهي على ما هي عليه بذلك إلا قليلا يعني لا تخرج عن هذا الإطار إلا قليلا هذه الدار وكتبها التي خريت هي في هذا المجال يعني هي تماما أكثر نتاجها في ناحية هذه الناحية الوعضية الإرشادية التربوية السلوكية يعني على هذا الاتجاه وكتبها نافع ومفيدة ومختصرة والشيخ عبد الملك القاسم وفقه الله يعني جزاء الله خير صاحب قلم في الباب وتجربة وفقه الله الشيخ نقول له كتاب جيد في ترجمة والدي اسمو زيرة العالم الزاهد محمد بن قاسم وكتب تراجم جيدة في هذا العصر ولا وغير ذلك حتى من كتب من تراجم المعاصرين جيدة وغير ذلك وينتقي وينتقي بموضوعات وحيانا أعلم وحيانا كتب ويتكلم عنه بهذا الطريق وفقه الله نبدأ بسم الله هذا سلمك الله يا ولدي عبارة أولا الكتاب عبارة عن متن في النحو والصرف مختصر ثم هو نفسه صاحب المتن شرح كتابه وصاحب الدار أدرى مما فيه وهذا الكتاب الأصل الكبير المطول شرح المطولا والمتن يطبعان لأول مرة العلام عبد الوهاب الزنجاني عبد الوهاب أبو المعالي عبد الوهاب عز الدين عبد الوهاب ابن إبراهيم ابن عبد الوهاب ابن أبو المعالي الخرجي الزنجان متوفى 555 الهجرة رحمه الله أنا ما أظن أنها يبان مع الأخوة يعني هذا لأن الطباعة بهذه الطريقة ما هي مضبوطة لاحظوا معي هذا هو أولا هو صنف مختصرا في النحو وفي الصرف سماه الهادي لذوي الألباب إلى علم الإعراب وهذا المختصر له على الترى من الشروح وكذا هو مما شرحه وشرحه على المختصر كان شرحا مطولا جدا سماه الكافي في شرح الهادي الهادي والكافي كلاهما للعلامة عبد الوهاب الزنجاني متوفى 655 العلامة الزنجاني أكثر ما أعرف واشتهر بكتابه التصريف العزي أو العزي فهو هذا التصريف العزي للزنجاني هو هذا صاحبه أصلا هذا كتاب السيار عليه شروح وتعاليق وحواشي كثير جدا وهو شهرته الحقيقية به أما هذا الكتاب وكتب الأخرى الحقيقة ما أعرف بها إلا بذاك الكتاب مع أنه مختصر صغير جدا إلا أنه سار مختصرا سيارا في التصريف وعلم التصريف معروف أيضا هو رحمه الله في هذا الكتاب المطول الكافي شرح أمتنه شرحا مطولا بان فيه وصول الأدلة يستدل بها النحام تعقب فيها من قبله وقف عند وقفات طويلة عند بعض الاستدلالات للنحويين طبعا هو يميل إلى طريقة أهل البصرة مع اختيار حيالي كلام أهل كوفو لكن طريقة طريقة أهل البصرة وشيء من ذلك وقس على هذا والكتاب في مجلداته الخمسة أربع منها في النحو وأما الخامس فهو في الصرف أما الأربع الأولى التي كانت في النحو فقد قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود ابن يوشف فجال رحمة الله عليه الأستاذ القدير المعروف عالم النحو المشهور صاحب المؤلفات المعروفة رحمة الله عليه هو قام وأخذ قسم النحوي فقط وطبع هنا في هذه الطبعة بين أيدينا في أربع مجلدات كما ترى وإنما لم يأخذ قسم الصرف مع أن العمل هو قديم على الكتاب لأنه يقول بعض الكبار نصحوه بأن لي أترك الصرف لأن الصرف لوحده هذا قضاياه ومسائله لها طريقة أخرى كان مما صحاو العلم عبد السلام هارون فإنه مما اطلع على عمل هذا وشيء من ذلك وقال لا أترك الصرف فيسر الله عز وجل بعد ذلك في رسالة العلمية يأتي ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس ابن محمود الفجال ويشتغل تحقيقا في رسالة علمية ما تبقى من قسم الصرف من هذا الكتاب ويكون حظه منه المجلد الخامس ويطبع الكتاب كاملا وخيرا فعل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس محمود الفجال طبعا محمود فجال وفقه الله الكتاب طبعا بهذا المجلدات الخامسة كما ترى قدم بمقدمة فيها ترجمة العلم عبد الواب الزنجاني وترجمة فيها شيء من بياني قضايا الترجمة المعروفة لكن تكلموا عن مسائل النحو عنده تتكلم عن مصنفاته أقد بابا خاصا فيما يتعلق في بعض مسائل مدارسة لبعض مسائل النحو طبعا لما جعل التصريف في التصريف الزنجاني المشهور هذا في الصرف أطال الكلام فيه ومن عمل عليه لأنه به عرف واشتهر لكن جاء إلى مجموعة من القضايا البحثية المتعلقة المسائل النحوية وجعلها مدارسة وسماها هذا الباب الثالث كتاب الكافي دراسة تحليلية لقضايا منها أدل مصادر الاستدلال السماع والاستدلال بالنصوص الكتاب والسنة والسماع والقياس عنده وكيف يفعل بالأشعار ونقله ومدرسته وحقق أنه بصري بصري المدرسة ويميل إلى غيره ويأتي طبعا ومنهجه ومصادره وكذا إلى النقدات التي وجهها إلى كلام الزنجاني في شرحه مع أنه الزنجاني كان يتعقب كثير من قبله وصنع مقارنة بين كلام شرح الزنجاني وكلام الزنجاني أو كلام ابن يعيش لأنه بالثنين هؤلاء تعقمت عقما طولا في كتابه ثم حقق الكتاب على سبع نسخ خطية وأخرج عليه الكتاب الحقيقة خمس هي المحل المدارسة أو هي المستعملة فعليا وأما السادس والسابع يعني أظاهر أنها ضمنية أو شيء من ذلك وهذا هو الكتاب ماذا صنع؟ صنعا لما جاء إلى الكتاب الأصل هذا المتن جعلوه كذا في إطاره كما ترى هذا هو المتن ليت وكان محبر أكثر يعني مغمق وكان ممتاز المتن ها هنا وهو كتاب الهادي وها هنا الشرح كما ترى الشرح هذا المتن وهذا الشرح كل الكتاب على هذا المنوان من أوله إلى آخره وفقه الله وهو أصلا الدكتور الحبيب محمود فجال عالم اشتغل على عرض من المصنفات وهو متمكن وفي بابه الكتاب من إصدارات دار النور المبيب بالأردن هذا المجلد الأول والأربع مجلد الأولى كانت في قسم أنه هذا المجلد الخامس وهو ما يتعلق بقسم الصرف طبعا الإخوة يمكن لا يستطيعون الرؤية الحقيقة نوعية اطباع هذه مع هذا التجليد أتمنى دور النشر أنها تتجنب لأنها غير خدومة ما تعيش مع الإنسان هذا طبعا بعض ما قيل ثناء نضما ثناء على عمل الدكتور أنس في تحقيقه لقسم الصرف هذا هو قسم الصرف غلي أخينا الحبيب فضلي الشيخ الدكتور أنس محمود فجال وهو المجلد الخامس قسم التصريف وما يتعلق به وقد تكلم فيه طبعا المواد العلمية في الترجمة هي هي واختصرها من كلام والده لكن لما جاء إلى موضوع الصرف هو اللي توسع في الكلام النواحي الصرفية عنده وشيء من ذلك مما يتعلق بالكلام على فإن وهذا الكتاب هذا القسم مجلد الخامس بين أيدينا يعد من المصنفات المطولة في علم التصريف والزنجاني رحمه الله في هذا الكتاب أطال النفس في هذه القضايا مع أنه ترك أشياء لكنه من مضافاته طبعا هو نفسه يشرح كلام وترى فيأتي على نفس المنوان الكلام هذا هو الأصل كتاب الهادي بين في هذا المستطيل والكلام والشرح الباقي لكن أضاف في الأخير في الأخير كتاب بين أو فصلين أضافتين الأولى الزنجاني أو المحقق لا 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 الزنجاني أضاف أولا ما يتعلق بالضرورة الشعرية مع أنها ليس محلها قضايا التصريف وأضاف بعدها ما يتعلق بالإبلاء اللي هو سمى الهجاء وأضاف وهذا مسلوك عند بعض لأن المحقق قال أن هذا طريق عند بعضهم جعل هذا الباب ضمن كتبه وساق أنمذ لذلك لكن الغالب أنهم يفردونه بالتصنيف فليتنبه أن قضايا الهجاء وما يتعلق بها أو الضرورة الشعرية فإن في آخر هذا المجلد الخامس المجلدات الخامس كلها من إصدار الدار النور المبين وفقه أمو الله بالعمان هذا ولدي شرح يطبع لأول مرة حقق على نصرتين خطيتين مع الأصل والأصل وهو مثل أيضا يحقق على نصرتين خطيتين أما السلسلة التدريجية لهذا الكتاب حتى يعرض الإمام النووي رحمه الله له كتاب الإضاحة في المناسك مشهور معروف جاء وضع عليه حاشية العلامة بن حجر لكن جاء هو نسل بن حجر الهيتمي واختصر كتاب الإضاحة في مختصر الإضاحة هذا مشهور له ثم بعد ذلك جاء تلميذ له اسمه عبد العزيز الزمزمي عبد آسف عبد الرؤوف الزمزمي وشرح كتاب شيخه في شرح ثم بعد ذلك جاء بعده الونائي عالم أزهري مصري واختصر هذا الشرح اللي هو شرح من عبد العزيز عبد الرؤوف الزمزمي اختصر الشرح واضاف على الاختصار مخالفات أو ما خالف فيه الرملي بن حجر وبهذا اضاف خلاف المتأخرين وبنى وبقى البقية على المفتبه عند مذهب الشافعية وسمى كتابه الذي هو المختصر سماه عمدة الأبرار في أحكام الحج والاعتمار كذا سماه العلامة علي بن عبد البر الحسني الونائي الشافعي متوفى عام 1221 الهجرة رحمه الله وهو من علماء الأزهر المتأخرين ثم جاء بعد ذلك عالم الحضرموت الشيخ الفقيه الشافعي سعيد ابن محمد باعلي باعشين الدوعني الرباطي الحضرمي الشافعي متوفى عام 1270 وشرح شرحا وشرح كتاب عمدة الأبرار بهذا الشرح الذي طبع بعنوان حاشية باعش المسمى الطاف الستار والحقيقة هي عنوان الفاس الستار على عمدة الأبرار كذا هذا عنوان وعرفت اختصارا عند المصنفين ومن نقلوا عنه لأن باعشة مكثرة من التصنيف عرفت بحاشية باعش وشيء من ذلك طبعا هذا الكتاب يطبع لأول مرة وهو فيما تعلق في المناسك قام على تحقيق عن مصطين خطيتين للمتن اللي هو عمدة الأبرار وللحاشية الأصل اللي هي شرح باعش على مصطين خطيتين كلتا هما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد يوسف الدريس وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ بها أحمد الخلائلة واشترك في هذا العمل واخرجوا عليه كتاب طبعا فيلم الذي كتب مقدمة له وترجم لأعلام باعش أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ المعروف الدكتور محمد أبو بكر باذيب وفقوا الله وهو له اختصاص بعلماء حضرموت وتاريخ حضرموت وكتاباته سيارة ومعروفة وسبق أنه داخل معنا في البرنامج الله يعطي العافية فقدم مقدمة نحن نمسي عليه بالخير الله يذكر بالخير وقدم مقدمة فيها ترجمة والونائب بعد ذلك ترجم له المحققان هذه الترجمة والترجمة مختصرة ثم حققوا عليه الكتاب وأخرجوا هذا الكتاب الذي هو في الأعلى الذي هو الاختصار عمدة الأبرار والذي هنا حاشية باعش طبعا الحقيقة مما كان لا ينبغي تركه أو هو من مهمات المحقق الإحالة والعزو على مواطن المصادر التي يأخذ منها هذا العالم وهذا المشحش والمشارح أي مكان الكتاب جرد من ذلك فإنهم لم يرجعوا إلى شيء من المصادر وثقوا حتى في المطبوع وهي كثيرا ما ينقل منها باعش ولا أدري لماذا تركوا هذه القضية المهمة جدا فقد اختفوا بمسألة المقارنة بين نصر الخطية وبالعزو إلى الآثار أخرجوا البخاري ومسلم ولا غيرها يعني ممن أخرجوا يعني من غير التطويل ولا أدري ما الذي أحوجهم إلى ذلك وهذا خلل ونقص أتمنى أن يستدرك بعد ذلك الكتاب مطبوع فيه مجلدين ضخمين مصدرات دار النور المبين بعمن هذا سلامك الله كتاب هذا يعد عندنا الإبرازة الثانية له بعد أن ظل حبيث المكتبات ولم يخرج من قبل إلا في هذه المرة وهو يطبع عندنا طبعتين هذه طبعة أحد الطبعتين وهي طبعة الكتاب عبارة عن كتاب صاحبه ابن العسال الطليطلي رحمة الله عليه وهو من العلماء الكبار بالعندلس وقد تفقه على على ابن عبد البار وسار من حفاظ الحديث هو نفسه وفق على مكة بن أبي طالب وغيره من العلماء هو نفسه عاصر آخر دولة المرابطين ثم دخل في عهد دولة ملوك الطوائف وهناك انتشر البدخ واللهو وأشياء جعلتهم ملذات الدنيا جعلتهم منصرفون عن الجهاد ومقاتلة الصليبيين مما جعل متتابع حروب الصليبي كمعرف حتى أمره عنده سلمة عال إليه فصنف كتابا في هذا وهو قد كان من العباد الزهد الفقهاء من حفاظ الحديث الذهب يصف من حفاظ الحديث المقصود أنه صنف هذا الكتاب الذي عده كثير من أنه من أبواب أو من كتب الزهد لكن هو الحقيقة إنما هو ذم لمن تشر في أوساط الأهل الأندلس من مجالس الغناء والمغنين والاختلاق بين الرجال والنساء وما حدث في ذلك من اللهو شيء وأطال الكلام ثم ألحق به مسائل أخرى عمت وطمت عند الخواص والعوام من تقليد أهل النصارى في أعيادهم ومن أشياء قضايا معينة وهكذا بهذه الطريقة سمى كتابه الناهي عن شهود الملاهي وارتكاب النواهي للعلامة الفقيه الزاهد الشهير بابن العسال عبد الله بن فرج ابن غزلون اليحصبي الطليطي لي متوفى عام 487 هجر رحمه الله هو قد عرف عنه أنه بابن فرج وبعضهم يقول أنهم بعضهم يسمون ابن العسال قام على تحقيقه يا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور مراد ذكراوي وفق الله وقدم بترجمة مطولة عنه بينها الحياة التي كان يعيشها لأنه هذا نتاجه لأن فيها الماعات على صور المجتمع التي كانت موجودة فهو احتاج إلى يذكر النواهي الاجتماعية التي كانت قائمة العلمية الفكرية طبعا السياسية والاجتماعية وكذا ثم ترجمة مطولة بالعسال وشيء من ذلك ثم الكتاب والأغراب إلى أن جاء إلى النسخ الثلاثة التي عول عليها في تحقيق الكتاب وتكلم عنها هذه النسخ الثلاثة والكلام عنها والحقيقة هو أول نسختين والثالث مثل المساد هذه النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب وفقه الله والكتاب ها هنا بفصوله المعروف هاتبا التشجيد والوعيد على مسألة الغناء والخدمة العلمية التي تراها وكلامه عليها كلها في أبوابها وفصولها المقسمة وفقه الله الكتاب في مجلد من اصدارات دار النون المبين بعمان الأردن هذه عبارة عن رسالة علمية وهي جمع للآراء الأصولية للإمام العلام المفسر الكبير المجتهد أبي جعفر محمد بن جريل الطبري رحمه الله صاحب التفسير المشهور جامع البيان والتهذيب للأثار وغيرها ابن جريل الطبري أصنه أخذ الفقه على طريقة الشافعي ثم بعد ذلك استقل لما صارت عنده آلة الاجتهاد وصار له مذهب الجريل المشهور لكنه انتظر مثل مذهب الأوزاعي وابن مبارك وغير هل له مصنفات أصولية أو لا هذا كان مما ينبغي يتعنى له الباحث في المقدمة وينظر هل له كتاب أصولي أو لا هذا ناحية طبعا ما أفاد أنا في هذا لكن له مؤلفات فقهية وله مؤلفات طبعا أخرى حديث شيء تهذيب الأثار ترى هو أصلا شرح للأثار أما كتابه الثاني اللي هو فقهاء الأمصار هذا مشهور عنه أيضا لكن له جامع البيان وشيء من ذلك هو أراد أن يستخرج أراء الأصولية من كتبه خاصا ثقهية بالذات وتتبحها وأخرج منها اللي هو تهذيب الأثار وغيرها لكن والحقيقة كان من المنبغي عليه أن يذكر في المقدمة ما هي الكتب التي جردها لابن جريد طبري إما أن يقول كل المطبوع فإن كان عنده مخطوط أضافها وإن كان لا يذكر ما وقفته إلا على هذا ويذكر المطبوع وما النسخة التي اعتمد عليها كان هذا المنبغي ثم شيء ثاني ابن جريد طبري هل سيجمع كل ما قاله أصوليا وهل طريقة الجمعي عنده ستكون عما نص عليه أنه من الأصول أو أنها مما اشتهر أنها من كتب الأصول أم ماذا بالضبط لأنه من عبد من المتقدمين طريقة المتقدمين في تصنيف المصول وهم متأثين في رسالة الشافعي الأصولية ليست طريقة مدارس المتكلم من ما جاء بعده هذا يفترق عن هذا تماما يعني أنت تلاحظ مثلا ابن حبان والمسائل الأصولية التي نثرها في كتابه اللي هو كتابه صحيح الحبان الحسان وغيرها ترتيب الحسان ترتيب بالبال المقصود كيف أن أبوابه يدل على مسائل الأصولية اختيارات أصولية طريقة استختيارهم للمسائل الأصولية المتقدمون يختلفون ترى عن المتأخرين القصد هذا ترى يحتاج كان إلى معالجة هو قال هذا عنوان الرسالة الأراء الأصولية للإمام محمد بن جريل الطبري رحمه الله متوفى عام 300 وعشى الهجرة رحمه الله دراسة أصولية مقارنة وأما كلمة مقارنة فإنه جعلها حصريا على من فرد به من الآراء الأصولية الإمام بن جريل الطبري أو على ما خالف فيه جمهور الأصوليين هذا هو محل المدارسة والمقارنة ويعاب الكلام وأما بقية المسائل التي هي وفاقا على ما هي الجمهور والمشهور فإنه تركها مجرد حكي يعني حكاها فقط ونقل أين ذكره وشيء من ذلك فقط أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد محمد كريم مفقا والله بدأ بهذا الكتاب مجلد ضخم واستخرق عقد الفصل الأول في ترجمة ابن جريل الطبري وشيء من ذلك والحقيقة طال يعني 80 صفحة وابن جريل شهرته توني عن ترجمته لأنها مبثوثة إلا انطرق الإنسان وصاحب الترجمة من الناحية التي يريد بحثها يعني الأثر الأصولي عن من تلقى الأصول من مشيخ أصوليين وهكذا لو تصنيف أصولي كلام العلماء لا أصوليا في أحد نقل كلامه اختلافه في الأصول أو لا هذا مما ينضغي يعني هل علماء هل علماء الأصول في كتب الأصول مما صنفوا نقلوا آراءه الأصولية احتفوا بها أو لا هذا كان مما يحتاج إليه طبعا في الخاتمة كان يحتاج إلى ظهور نتائج معينة خاصة بابن جرير يعني كم مسألة خالف فيها طبعا التي خلاف فيها الجمهور أو التي انفرد بها هل هناك فروع مبنت عليها ظهرت في مصنفاته لأنه ترى يقول استنبط أصوله من فروعه التي ذكرت طبعا الفصل الله وكله هذا لكن الفصل الثانية مما سيأتي بعد ذلك إنما جعلها نثرها على أبواب الأصول مثلا الفصل الثاني فيما يتعلق بأراء ابن جرير في مباحث الحكم الكتاب والسنة والإجماع والمصادر التبعية وكذا الثالث فيما يتعلق مصادر الأحكام وما يتعلق بها شيئا طبعا الأول في الحكم الحكم الشرعي الحكم الشرعي هذا في مصادر الأحكام هي هذا ذكرنا قبل قليل والرابع فيما يتعلق بالقضايا اللغوية وما يتعلق بها مسائل أصولية وقواعدها وشيء من ذلك ثم هو قسم مباحث من باب التقسيم يعني الأصولي ثم بعد ذلك آراء أخرى منثورة لبنجري الطبري وهو ما يتعلق والتقليد من قاصر الشريع أو شيء من ذلك وفقه الله والكتاب أيضا كان يحتاج إلى بيان في الطريقة فإنه إذا نص على المسألة الأصولية كان يحتاج مثلا هذا الحقيقة والمجاز يعني لما ذكر الحقيقة المجاز ما ذكر ما هنا زود ما في شيء هو على طريقة الجمهور في إثباته أن اللغة فيها مجاز ومضى طيب يعني مثلا ما فيها ذكرها هنا وتكثير الأمثلة ما الحاجة إليها وهو يقول بقول الجمهور وهو مشى على ما مشى عليه العامة وبهذا الطريقة يعني كان لابد من ذكره إفادة بهذا الباب إما ألفاظه وينقلها أو شيء معنه وذكر استعمال أو لا في علز من المحال وفقه الله مجلد ضخم من إصدار الدار النور المبين بعمان هذا ولدي عبارة عن فكرته ممتازة طبعا الإمام النور رحمه الله عالم مشتهد وهو محرر لمذهب الشافعية والعلماء علماء الشافعية وتحريراته هو الرافع مشهور شيخاء المذهب ما في كلام طيب لكن هو رحمه الله لأنه من علماء الحديث كان له اجتهاد فكان يختار بعض الأقوال والاختيارات تخالف ما عليه مذهب الشافعية تماما ويذهب إليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن أحمد من أبي بكر الخطيب وفقه الله جاء إلى اختيارات النووي التي خالف فيها مذهب الشافعية سمى اختيارات الإمام النووي التي تفرد بها من المذهب طبعا أنا أظن غلط من المفروض عن المذهب الشافعي يعني خرج بها عن المذهب الشافعية فهي قول ليس هو لأنه لو كان قد اختار قولا ضمن أقوال المذهب الشافعي فهو يبقى شافعية لكن القول الذي يقول به قول ليس هو من المذهب الشافعية أصلا فاختاروا دراسة مقارنة الكتاب طبعا جمعها من مصنفاتنا يقول جردها بالذات الفقهية استخرى 56 مسألة عندنا طبعا بنها على الأبواب سيأتينا بعد قليل 56 مسألة وترجم للنووي وشي من ذلك لكن ترجم في قضايا مهمة تعتني كيف عرفنا كيف نعرف أن اختيار النووي ليس هو على طريقة الشافعية من نص من العلماء من بعده على أنه خالف مذهب الشافعية وهذا هذا ما لاحظ مهمة شوف هذه أمور مهمة في البحث فإنها تذكيه وتزيد وتنور فإن الناس يعني العلماء تفطنوا من قديم وهذا واضح اختياراته الحديثية يعني لأنه من علماء الحديث وشي من ذلك طبعا نذهب إلى المسائل المسائل التي اختارها مثالها طبعا قسم إلى أبواب سأتينا فإن طريقة معالجتي يأتي إلى المسألة التي محل المدارسة أخونا الباحث وفقه الله ويذكرها هنا تعريفا لها يعني كما أدخل والحقيقة أن بعض أو يعني حقه التكثير مما ذكره من هذه التعريفات لا يحتاجوا إليها يعني بالله مثلا هذا حكم الاستياك بالإصبع المتصل هل نحتاج نحن إلى تعريف الإصبع لما جاء إلى حكم استعمال الماء المشمس هل نحن نعذاف تحتاج إلى تعريف الماء يا أخي هذا لا يحتاج إليه أصلا ولا يؤثر في البحث ولا معناه ولا يزيد شيء ليت الباحثين ينتبهون لمثل هذه القضايا ويبتعدون عنها فإنها ليست حتى عارية في البحث هذا إقحام لا معنى له من هنا تبدأ المسألة الصدق ولو كانت المسألة مشكلة في التصور صحيح تبين تجلية لكن أما مفردات ما يحتاجها تبين معنى الماء معنى الأصبح الحمد لله رب العالمين المقصود هنا يبدأ بين الخلاف المذهب الشافعي واختيار النوي في مسألة يذكر مذهب الشافعية ما هو وضعتنا ثم يذكر لك اختيار مذهب النوي ماذا يختار إثبات أن هذا مذهب النوي فينقل من كلامه رحمه الله في كتبه التي وقف عليها ما هو اختياره والذي ارتضاه ثم بعد ذلك طبعا من قال من العلماء ونشب هذا القول له من بعده ثم يأتي رأي علماء المذاهب الأخرى ليعرف موافق من من المذاهب بعد ذلك تأتي تحرير محل النزاع إذا كان تحتاج والأدلة سبب الخلاف والأدلة ويقارن ووفقه الله ثم بعد ذلك يناقش أصحاب الأقوال والتماشي على هذه الطريقة 56 مسألة على هذا المنوان جعلها ووفق الله محل بحثه استنى لحظة بعد ذلك لما انتهى طبعا هذه سردها شوف 56 سردها سردا في الخاطمة اختار كذا اختار كذا اختار كذا 56 مسألة لكن نحن لاستعجل عليه استنى طبعا هنا ذكر السمات العامة المنهجية التي بنى عليها اختيارات النوية رحمه الله في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وأنا لا أدري كيف خلص إلى قضية كلية أن النووي لم يراعي مقاصد الشريعة فيما اختاره من اختياراته بل ذهب إلى ظاهر النص وهذا عجيب وهل الذهاب إلى قول ظاهر النص واختيار ما عليه الدليل يعد مخالفا لمقاصد الشريعة هذا من العجب وهذه ترى الانقسام أو المشاطرة بهذه الطريقة من آثات الدراسات المعاصرة عند المقاصديين أنه مجعلون مقاصد شيء والأخذ بعليه النصوص الشرعية من الكتاب سنة شيء آخر ليت صاحبنا ما ذكر أن هذا من سماته وفقه الله بعد أن انتهى هو جاء أحد الأفاضل وأخونا الحبيب أحمد فتح الباب الشافعي المصري ونظم أختي المسائلة تفرد بها النووي في هذا النظم سماه النسيم الصبوي في نظم اختيارات النووي على مختارها صاحب البحث هي هي ما زاد ولا شيء هذه اختياراته في العبادات ثم المعاملات على ما هي هي وفقه الله في هذا النظم وهو نظمه لطيف سلس جزاه الله خيرا طبعا أنا قلت لك قسم الأبواب بعد ذلك على العبادات المعاملات الأحوال الشخصية وبقية الأبواب وفقه الله الكتاب في مجلد ضخم من صدرات دار النور المبين بعمان أستاذيناك شيخنا في فاصل فاصل عزيزان المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله نتوقوا إلى العلم نتوقوا إلى العلم من نبعه لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود لأجل تحقيقها خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب فهي كلمة التقوى وأساس الملة وركن الإيمان وهي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن مات عليها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله فالفائز من أهل الدنيا من يكثر من هذه الكلمة في كل زمان ومكان بحيث لا يفطر لسانه ولا يكل قلبه عن اللهج بها وتذكر معانيها واستحضار مقاصدها وهي من الأذكار التي جاءت مقيدة ومطلقة ليذهب المسلم في الذكر بها كل مذهب قريب وبعيد في حال فراغه وشغله وعند يقضته ونومه وفي ترحاله وحله وفي قعوده وقيامه وفي صلاته وصيامه وفي حجه وعمرته ومن المواطن والأحوال التي جاء الحث عليها فيها عقب الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم أثناء الليل وفي أول النهار عند الصباح وكذلك عند المساء وبعد السلام من الصلاة وعند الكرب والضيق وفي يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نتوقوا إلى العلم نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمار حيا هلم بكم متابعين الكرام نجد الترحيل بكم شيخنا وعلي حياك الله وبياك أولادي وصل شيخنا ودانا من عرض الكتب نعم هذه أيضا رسالة علمية أخرى لباحث عراقي وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ والسادة الدكتور عبد الرزاق علي حسين محمد وفقه الله جاء إلى قضية مهمة يهو يقول كانت مشكلة عليها من قديم لما كنت قرأها وهي ما كان يوجه إليه يوجه إليه العلماء النقد لبعض القراءات مع أنها مستوفية يعني مستوفية شروطه مذكورة من موافقة المصحة وصحة السناد ووجه النحوي طيب موجودة ولماذا يوجه إليها الانتقادات طيب هو جعل الانتقادات على وجهين منها من يرد بعض القراءات مع أنها ثابتة ومنها لا ما هي نوع تحسين وتقديم واختيار لا قوة لا أكثر يعني هم قسمان طبعا فهذا جعله يبحث في الكتب كتب التفسير مع كتب عراب القرآن ومعاني القرآن وغيرها يعني من الكتب بهذا الطريق حتى كتب أهل اللغة فجمع شيئا كثيرا فهو حددها إلى القن الثامن القن الثامن الهجري زمنيا وبدأ يجرب بهذه الطريقة فخرج عندنا أشياء كثيرة جعله يغرب الأشياء وبالطريقة وجد أن هناك مسائل أو قراءات انتقدت من بعض العلماء لكن لا يترتب على انتقد أي أثر لا عقدي لا فقه ولا شيء نهائيا هذه قال استبعدها من البحث لكن لباب الإفادة جعل في الأخير وهذا شوف هذا اللي يشكر عليه الباحث أما أنت تعبت وقربت العلم قرب العلم لأصحابك وإخوانك جعل مسردا كاملا في الأخير وهي قرابة يقول مئتي قراءة مئتي قراءة انتقدت ومع ذلك لا ينبني عليه شيء جعلها في ملحقين في جدول متكامل كما ترى بيأتي بالصورة والآية والكلمة المقروعة ومن هو القارئ وناقد القراءة من والمصلة الذي فيه النقد هذا الترقيم المواضع شوف لاحظ معين كل الجدول الأخير مئتي موضع لأنها استبعدها من الدراسة لكن لم يستبعدها من الإفادة فجعلها هنا شاكرا له ومقدرا هذا الجهد الذي بدأ لهم جاء التي لها أثر الآن استبقى الباقي الذي لها أثر بالاستقراء يقول والتتبع وجد أن هناك ثلاثة أسباب التي جعت العلماء لنقد القراءات هذه الأسباب الثلاثة جعلها هي محور محاكمة ومغدارست ما سيذكره عندنا من الأمذجة والمثال هذا الأول والثاني والثالث سمى بحثه النقد النحوي للقراءات الأربع عشرة حتى نهاية القرن الثامن الهجري لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق علي حسين محمد وفقه الله وقسم أبواب الكتاب قدم بمقدمات المقدمات فيها المباحث اللي هي الأولية نظره التعريب بالقراءات ونقد القراءات يعني هذه ثم التعريب بالقراء العربعة عشر كاملين ثم النقد القراءات أسبابه النحو وشمد الفصول البقية قسم ثالث فصول فصن خاص بما وجه للأسماء وفصن للأفعال وفصن للحروف وكل واحد منها يأتي بطريقة المعين شوف هذه كلها نقدات وعدد من مباحث فيها خلنا نذهب إلى بهذا التقسيم يأتي إلى نموذج منها هذا أولا شوف مثلا هذا مباحث ما نقد من قراءات الأفعال موافقا أو معارضا للمعنى ويبدأ نصب يذكر عندنا تعريف يدخل به إلى المعنى المراد ويضح توضيحا ثم يدخل إلى الآيات ومما جاء شوف هذا مثلا هذا معنى هذا معنى يأتي يقول لك ومما جاء هذا جاءت بالآية ومن قال القراءات التي فيها أين القراءات التي وجهت إليها وجه إليها النقد ومن قال بهذا النقد لهذه القراءة من العلماء ثم يأتي يوجه ويحاكم ويدارس وهذه القضية إلى أن يخرج الحقيقة مدارسته لها مدارسة عالم متفن فاهم لكلام ومرامات أهل العلم وتخريجاتهم لهذه القراءات وأوجهها نحويا وصرفيا وبلاغيا وغير ذلك وإيجاد المخارج لها على وجهها فإنه حاول الدفاع عن هذه القراءات مدامة ثابتة الكتاب في مجلد من اصدارات دار النور المبين بعمان هذا أيضا رسالة علمية صاحبها أراد أن يدرس تطور الفكر الأصولي عند المصنفين قال إن من بعد الإمام الشافي رحمه الله كان الناس عالة عليه وجاء بعضهم من صنف في الأصول وكان أول نقلة حقيقية في التصنيف الأصولي كان أبيد القاضي البقاء ببكر الباق اللاني والقاضي عبد الجبار المعتزري وهذان جاء من بعدهم ويتأثر بهما إلى أن جاءت مدرسة الرازي والآمدي وصار لهم طريقة معينة منحة هذا المنحة ختم بالبيطاوي وابن الحاجب في متنيهم الأصولي إلى أن جاء بعدهم الجامع لهذه الطريقة وهو ابن السبكي في جمع الجوامع فهو أراد التدرج الأصولي كيف حصل عند المتكلمين في تصانيفهم وماذا فعلوا في هذا البحث الذي سمه تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين دراسة نظرية تأصيلية لحركة تدوين أصول الفق عند المتكلمين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات وفقوا الله وهو قد أراد فيها بث قضايا مهم ما رآها مفصلية فيما يتعلق بهذا القضية أول ما بدأ في السفصل التمهيدي أهمية النظر التطور الفكري نشأته وشيء من ذلك والوقوف على بعض القضايا يرى أنها مهمة وإلا لن يحصل عندنا تجديد ومجتهات في مسألة الأصول الأبواب البقية الفصل الأول طريقة المتكلمين خصائصهم ونشأتهم وكلامهم عنها إلى أن جاء بعد ذلك نشأة التدوين عند المتكلمين في أصول الفق وتكلم عن خصائص هذه النشأة التدوين عندهم والمؤلفات في هذه المرحلة وهميتها ثم بعد ذلك أصولي هذا المذهب المذهب الفقية وأثرهم وكما أدخل الكلام منهم هو يقول إن هذا المدرس انتعشت لما دخل علماء الكلام فيها فأدخلوا محا الكلام ودخلت محا عندنا مسائل وقضايا وبدأ يتكلم عن أصولي المذاهل البقية ثم المدارس الكلامية وأثرها في طريقة متكلمة شونا أثرها ثم الأخير عندنا الرازي والآمدي وأثرهم في تطور أو تطوير هذه المدرسة والأخير طور الموتون والاعتماد على المختصرات في هذا البحث وهنا تكلم عن البيضاء وابن الحاجي والسبكي وفقوا الله في مجلد من إصدارات دار النور المبين بعمان الأردن هذا أيضا رسالة علمية صاحبها جاء إلى تفسير آيات الأحكام التي يعرف عن بعض الأئمة أحكام القرآن واختصاصه بالتفسير عند الأئمة مشهور هو اختار ثلاثة جعلهم محل الدراسة ثلاثة كل واحد مثل مذهب الجصاص وهي مثل الحنفية والكيه هراسي يمثل شافعية وابن العربي يمثل المالكية وكله ألف في أحكام القرآن جاء بهؤلاء جعلهم محل الدراسة هؤلاء سماها منهج مفسري آيات الأحكام في فقه المعاملات فقط اختصر اختصر في بحثه على كيف صنعوا في فقه المعاملات يعني ماذا الوصولة يستعملوها القواعد اللي يستخرجوها وما بنهوا شيء من ذلك أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نزار عطى الله أحمد صالح وفقه الله في هذا البحث الذي سبر فيه الكتب الثلاثة محل البحث عندنا لأجل أن يستخرج منها بعض القضايا المعاصرة التي يحتاجوا إليها وقد تكلم هنا في المقدمة على ذلك وجعل البحثها هنا على هذه الفصول قدم بمقدمات ثم قال فصل أول جعله خاص بالتعريف بتفسير آيات الأحكام وخصائصها ونشأتها حتى القرن السالس الهجري وهذا تعريف بها طبعا هنا ركز بعد ذلك على ما يتعلق بالمؤلفات المشهورة وهي الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل هي محل الدراسة والتمثيل سيكون في بحثه ثم علاقة تفسير هذه الأحكام بالتفاسير الأخرى وقد نقل نماذج من التفسير أم من التفسير الأثري للطبري التفسير العقلي للرازي التفسير اللغوي للبحر المحيط والتماشي ثم بعد ذلك مصادر هؤلاء المفسرين التفسير آيات الأحكام النقلية التي استعملها في التفسير بآيات الأحكام أو فقه المعاملات وبدأ يتكلم عنها القرآن والسنة والإجماع وشيء من ذلك يتكلم عنها هنا ما يتعلق بمصادرهم العقلية أيضا ويتكلم عنها ويأتي والمقارنة ويذكرها الرابع في رأي نطاق النصوص وما يتعلق بها النصوص الواضحة ومفهوم الدلالات المفهوم والموافق والدلالات البقية الإشارة والنص وغيرها والأخير الألفاظ من حيث الشمون وعدم الشمون والكتاب كله عبارة عن هذه المدارسات طبعا مدارسة القياس والاستحسان يأتي إلى هذه المدارسة إلى ماذا قالوا في القضية الفلانية قال الرازي قال الجصاص آسف قال الجصاص وقال الكية وقال كذ هما يستمع مثلا القاعدة فلانية يأتي قد ذكر هذه القاعدة الكية هارسي لكن لم يستعملها فلان وفلان بقية ثم ما أثر ذلك في اختلاف الكتاب المجلد من صدرات دار النور المبين هذا والذي الحقيقة بحث ماتع طبعا هو ليس بحث رسالة علمية لا لكن بحث حر لأخينا صاحب المصنفات الرائقة التي أتمنى أن يمسي على مؤوالها وغرارها وسبقا عرضنا له بكتاب عظيم جليل في مجلدين ضخمين اللي هو الأسر العلمية المصرية صح أو لا لا كتاب جليل عظيم هو نفسه جاء إلى أحد كبار الكتبيين المعروفين في العصر المتأخر وهو يعد أيضا صاحب إصدارات علمية في هذا الباب وله مساهمات ولقاءات وله صداقات وعلاقات وهو قد عرف في مجال النشر وهو سم بحثه عاشق الكتب أحمد خيري بك سيرة شخص ومسيرة مكتبة طبعا الكتاب فعلا ينقسم إلى هذين القسمين جعل الباب الأول كله في سيرته واستوعب كلاما جميلا النظر فيه يجعلك تعرف علاقات العلماء المعاصرين أو متأخرين بعضهم ببعض بعضهم حتى قريم توفوا أصلا فيجعل علاقة ببعضهم مراسلات ويأتي بمراسلات بعضهم لبعض مع أحمد خيري أحمد خيري بك قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جلال محمد حمادة وفقه الله في بحث الماتع الذي ما فتئ طبعا هو الحقيقة تكلم في المقدمة في موضوع الإنصاف في تراجب العلماء لأنه سوف يتكلف في الباب أحمد خيري بك سوف يذكر أن أكثر من تأثر بهم في قضايا الاعتقاد مثلا محمد الاهد الكوثري وأحمد الغماري وهما قد كان لهم أثر كبير على قضايا الاعتقاد عنده والسلوك والطريقة وشيء من ذلك ومخالفات عقدية ذكرها وفقه الله قسم الكتاب قلت لك إلى بابين في سيرته واستوعب تفاصيل جميلة جدا ولقاءات ومراسلات ذات بها مع بيان صور لكل من رسلهم أو أكثرهم ثم مكتبته فإن مكتبته كان يضرب بها المثال وقد كانت تجمع بين مطبوعات ومخطوطات وأشياء نوادر مشهورة لكن صراحة الحقيقة اللي يحزن لا يعرف كيف آلت مكتبته وهذا صورته يتمع الدعالة في مقدمة وهذا الكتاب وطبعا هو كلما أتى إلى أحد يأتي بصورته إن قدر عليه هذه صورهم اللي قدر عليهم ثم حتى هنا كم يعرف من فلان وفلان هذا كان له علاقة بفلان مثلا هذا رشاد عبد المطال وهذا صورته هذا مثلا علاقته بطاهر الزاوي وهذا هو صورته الكتاب حافل بال ما شاء الله مثل هذه ويترجم لهم وبعض الرسائل التي كانت بينهم الحقيقة كتاب ماتع ويصدق عليه المقولة مشهورة لما تفق ما أصدق هذا فعلا مثاله أتمنى أن يمشي على غرار هذه الطريقة من أصدارات دار النور المبين بعمنا لعل الشيخ عبد العلمنا عنده فهذا بما آلت إليه المكتبة لأنه كتاب مآل مكتبات صحيح صحيح هذا سلمك الله رسالة علمية تتعلق بقضية مهمة والكتاب قد قسمه إلى قسمين سماه الصيد والتذكية في الشريعة الإسلامية دراسة فقية مقارنة بين المذاهب الإسلامية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأسد الدكتور عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد حمد العبيدي وفقه الله الكتاب فعلا مخصومي لهذه القسمين القسم الأول خاص بالصيد وتحته أبواب والقسم الثاني بالتذكية وتحته أبواب والأبواب مشهورة معروفة أن يأتي للصيد وتعريفه والمراد به ثم يبدأ الباب الأول ما يتعلق بأداة الصيد أو بالصائد أو بالمصيد لأن الصيد مثلا عندنا مسائل تتعلق به قديمة وحديثة من الحديثة قضايا مهمة ما هي مثلا أدوات الصيد لسالة حديثة موجودة عندنا ما الحكم بالصيد بالسموم ما الصيد بالكذا والتماشي يعني وتكلم عنها التذكية نفس الكلام جاء عندنا صور للتذكية معاصرة عند مشهورة معروفة الآن وهو قد قسم التذكية معناها المراد بها المذكي شروط المذكي شروط آلة التذكية شروط المذكبية وهو قد تطرق إلى ما يحل ويحرم من الحيوان وهذا الحقيقة باب منفصل يطبع كتاب خاص بهذا القضية أخونا الحبيب فضي الشيخ عبد الرحمن أو آسف عبد الحميد بن حمد العبيدي وفقه الله ليته لما ذكر قال مقارنة على المذاهب المسلمية أراد بها دخول حتى مذاهب أهل البدع وليته خلصها جعلها خالصا لمذاهب أهل السنة وفيها غنية وكفاية وليها الحمد المنة وهذا كتابه بحث فقهي وفقه الله وقد قسمه إلى الأقسام اللي ذكرت لك قبل قليل من التعاريف مما احتاجوا إليه والمسائل والجلئيات والفرعيات المترتبة عليه مجلد ضخم من أصدارات دار النور المبين بعمان هذا أيضا رسالة علمية تتعلق بناحية لغوية وهي قضية الدلالات الدلالات وصار يعتنى بها ترى في الدراسات المعاصرة عرفتها بمجموعة منها وهي لها علد من المناحي لكن الجوانب التطبيقية كثيرة جدا هذا الجانب التطبيقي بعنوان الدلالات السياقية لقصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم لأختنا الفاضل الباحثة الأستاذة ناهد بنت ناهد بنت إبراهيم عبد الرزاق الصليطي هذا طبعا هنا إن شاء الله يكون أوضح ناهد بنت إبراهيم عبد الرزاق الصليطي وفقه الله وقد جاءت إلى قضية الدلالات وما تقول له طبعا يقول هي تريد قصة نوح عليه السلام كيف وردت في القرآن صور التي ذكرت قصة نوح جعلت أنه الدلالات العقدية الدعوية الاجتماعية الاخلاقية التربوية كيف أفادتها من مجموعة من السياقات جعلت السياقات سياقات الحوار على قسمين إنشائية وخبرية ثم بعد ذلك جاءت تتكلم عن موضوع ما يتعلق قصة نوح وتقسيماتها وتفصيلاتها وفقها الله وخرجت إلى أن الدلالات لها مساقات معينة ولها أثر في الدلالة على المراد منها وهذه هي فصول وأبواب البحث دعلتها في المقدمة طبعا وهذه هي أبوابها الحوار ودلالات السياق عليه كما ترى نوح لأنه كان حاور أقومه كثيرا وقالستنبطت في فصوله الثلاثة الفصل الثاني دلالات السياق في قصة نوح وتقلمت عن مجموعة من الدلالات العقدية وغيرها وهذه هي فصل أول وثاني وفقها الله والكتاب في مجلد لطيب نصدر الدار النور المبين بعمان هذا أيضا عبارة عن بحث وهو فيما يتعلق بعنوانه حجية العقل عند الأصوليين لأخينا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور مزهر شعبان الدليمي وفقه الله طبعا هو يقول مسألة العقل قد تكلم عنها عقديا كلاميين فلاسفة حتى غيرهم حتى أصوليين وغيرهم هو أراد قضية معينة هل العقل هذا هل له حجية خاصة عند الأصوليين ولا هي الحجية عامة أو أنه مجرد أداة لا أقوى لا أكثر هو أراد في هذا البحث أن يبين في هذا المجلد هذه القضية أهم مسألة عندها عشان بس يعرف الأخوة هو تتاء إلى هذه الفصول هذا فصول الأربع الكتاب تتكلم عن مسألة أول مدخل مدخل دراسة العقل تعريفات وأنواعه يعني أحواله ثم بعد ذلك ما يتعرف شو هذه كلها مطالب تعريف العقل استلاحه والمعنى المراد به إلى أن جاء إلى دور العقل عند الأصوليين وحاول في مباحثه لما ذكر العلم وأقسامه وأحواله وما يتعلق به أن يجلي هذه القضية في مباحثه ومطالبه لينفرد إلى أن الأصوليين لهم طريقة في مراد بالعقل عندهم حتى يرون حجيته من عدمها وكيف أنه استعمله آلية وشيء من ذلك بعد ذلك جاء حجية العقل في ضوء التحسين والتقبيح والتحسين والتقبيح العقل المشهور المعروف هذه طالة فيها الكلام لأنه يقول هناك مسائل محرر فيها النزاع وبدأ يتكلف فيها عبر الطوائف وشيء من ذلك وهو يميل جزاء الله خير الاختيار 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 وابن قيم رحمه الله وجماعة والأخير عندنا فصل حجية العقل عند الوصوليين وهو قد تكلم عن حجية العقل في الدلالات في الأمر والنهي في التحسين والتقبيح ارتباطه بها وهذه تفريعات ووصوله وبحث في المصادر التبعية مصادر الأصلية تركز على قضية المصائل المصرحة مرسلة والاستحسان وغيرها وما يتعلق به وفقه والله هذا الأخير الاستحسان الله أعطي العافية كتاب المجلب من صدرات دار النور بعمان هذا يا ولدي كتاب عبارة عن ستة أبحاث تتعلق كلها بموضوع واحد وهو الكتب التي صنفت في معرفة الصحابة معرفة الصحابة الكتب شأنها حالها وطراق الإمة ستة أبحاث جمعت في هذا المجلس سمي كتب معرفة الصحابة دراسات حديثية في المصنفين والمصنفات والتراجم قام على هذه الأبحاث أربعة من الأساتذة والدكاترة السادة الدكتور بكر قوزود شلي والدكتور حمزة البكري والدكتور سيد علي كوشن وأختنا فاضل الباحثة الدكتورة نور الحيلة وفقهم الله جميعا طبعا في هذه كل واحد ينفرد بمقدمته قسموها إلى فصول ثلاثة لكن تستوعب الأبحاث الستة وكل واحد منها يجعل هذا عنوان هذا عنوان منهج البخاري في إثبات الصحبة ونفيها لأحد الباحثين منهم الثاني جوانب النقد والتحقيق في أسل الغابة لبالأثير الثالث عندهم طبعا جعلوا فصل ثاني من يدرجوا في كتب معرفة الصحابة ومحل مترجمين خلال الأسانيد والموضوعية توظيفوا إلى الحديث في كتب المعرفة وخامس توظيفوا أسباب إيرادة الحديث والسابع إشكالية الجمع والتفريق في تراين الصحابة وكل واحد قلت لك ينفرد بمقدمتي وخاتمتي ونتائجي الكتاب مجموعا من إصدارات دار مكتبة الغاني مفقم الله طبعا لماذا تحرير الدكتور حمزة البكري والدكتورة نور الحيلة السبب أن بعض هذه الأبحاث كانت باللغة التركية فترجمت وحتجمها إلى التحرير مجلد هذا ولدي كتاب بطلحه كل عشان أحمد لا يقفل علينا هذا الله يعافيك سلمك الله كتاب صاحبه أصلا من مفتي وقده في طرابلس وهو العلام عبد المجيد المغربي الحنفي متوفر عام 1352 كان من علماء طرابلس الشام جاء إلى قضية مهمة لما جاء يشرح من كتب الفقه الحنفي إلى موضوع النفقات وجد أنه مشكلة على الطلبة فاحتاج أن يحرر الكلام فيجمع الضوابط والقواعد في فقه الحنفية من المطولات ومن كتب الأحكام والفتاوى وشيء من ذلك سمها الفرائد الجمالية في أحكام النفقات المرضية وقسمها إلى ثلاث أقسام قال أنه موجي من النفق ثلاث أشياء إما الزوجية أو القرابة أو الملك وبنى عليها كتابهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رامي ابن محمد جبرين ابن سلهب وفقه الله التميمي جاء إلى هذا الكتاب وأخرج كتابه ترجم للشيخ عبد المجين وأخرج الكتاب على الطبع القديم لهذا الكتاب لكنها مع تعليقات وإضافات وشيء من ذلك أو يعني وضبط وإخراج الكتاب من صدرات مكتبة الغانم هذا سلمك الله عبارة عن كتابين لطيفين جدا عشان أخونا أحمد بن السعدين كلها في موضوع واحد وهو موضوع ما أعطاه وقطعه النبي صلى الله عليه وسلم للصحاب الجليد تميمي بن أوس الداري وذريته من الداريين بلاد الشام فأقطعه بلد الخليل وما حولها بلد الخليل مشهورة لكن وقتها كانت إلى الآن ما فتحت بلد تلك البلاد فلما جاء عمر رضي الله عنه وفتح البلاد أعطاه تنفيذا لقطاع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سارت هذه القضية محل الإشكال وكلام فسار أسأل عنها العنماء هي القصة أثاني دوما تخلوا مقال كما قال حفظ بن حجر لكن مجموعة يدل على أن لها أصلا عملوا من كتبوا في موضوع الخراج والأحكام السلطانية بها يدلوا على ذلك أولا هذا رسالة الحافظ بن حجر العسقين رحمه الله توفي ثمانية وثمانية وخمسة الهجرة سئل عنها عدد ممرات فجمع كل الأسئلة وجعل في هذا الجواب اللطيف سماه الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل وجاء في أول ما جاء أسانيد القصة وشيء من ذلك وتكلم عنها حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رامي ابن محمد ابن جبرين سلهب التميمي وهو يعني أحد أحفاد تميم الداري رضي الله عنه يقول سيدنا وجدنا فهو يعني محتفي بهذا النص والنص أرده في المقدمة وشيء من ذلك وفقه الله وحقق الكتاب على ثلاث نسخ خطية وهذا الثاني والأخير عندنا للسيوطي سئل عن نفس القضية فألف هذا الكتاب سمه الفضل العميم في إقطاع تميم تميم الداري إقطاهه النعو السلام الإمام السلوطي رحمه الله متوفى عام 111 لهجأ رحمه الله قام على تحقيق أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رامي بن محمد بن جبرين سلهب التميمي وفقه الله والكتابان من إصدارات مكتبة الغانب بعمان وهو قد ذكر جملة من من أفردوا هذه القضية بالتصنيف وأخرج الكتاب على خمس نسخ خطية هذه وأخرج عليها الكتاب مع التعليق وفقه الله شيخنا التميمي نسبة لتميم الداري وليس لبني تميمي لا لا نعم نسبة لتميم الداري هو يقول جدنا الآن نسبة لتميم الداري رزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال